النهاردة زي كل يوم ثلاث معادنا مع الأستاذ الدكتور عاصم طرج موضوع فقرتنا النهاردة رياضي مهم لكل رياضي ورياضية حتى مهم للمشاركين في كاس العالم عشان يتجنبوا مساببات العدوى بين الراضيين بنصبح عليك أو بنمسي عليك يا دكتور ومنورنا الله يخليك بس قبل أي حاجة ضروري هنق فريق السعودية أنا أعرف ناس منهم أكتر من أخوات لي بس ضروري هنقهم عملوا إنجاز أما أعتقدش حد كان جات في مقه إحنا وإننا لو تعادوا ليبى كويس إنما يغلبوا الأرجنتين ومسي قدامهم إحنا نهنقهم هما والمدرب العبقاري بتاعهم طبعا إنجاز حقيقي منور دكتور عاصم برحب بيك منورنا أهلا وسهلا بيك ومبروك للسعودية وأنا النهار دا احتفلت لطريق تغوط وقلت هتيجي بكرافات خاطرة بس شكلك ما كنتش لحتة نتيجي لحضرتك من اللي يلعبوا رياضة لها علاقة بالأمراض الجديدة عملوا إحصائية في أمريكا دمها خفيفة نعم بإحنا في أمريكا كل سنة يجيبوا أكتر مادة عاملة حساسية في الجلب يعني معلش نركز فيها دي نعم كانت سنة البيرفيوم كانت فابتدوا يغيرها في سنة تانية قالوا الريجين والبتاعه هي دي أكتر حاجة بتاعدي أملاقوا السنة دي أخدت نمرة واحد الحاجات المطاطية يعني ايه الربر كلها المطاطية دي لقوها أكتر حتة في الجيم وعند الرياضيين كلهم كلهم 80% ديهم ابتدت تتشقق من الايه من الربر اللي حوالين كل الماشينز واللي هم الويتز فيبتدوا يحطوهم كده ابتدت وبنفرق برضو على أنش هفيك أكسب الساقة وحاجات زيك كده المهم دي بتتشقق كده بتتشقق كده دي حساسية مفرطة في الإيدين من سيلبسوا دلوقتي جوانتي ما هو ده اللي بيحني إنما قبليه والغاية دلوقتي بيقلعوا الجوانتي في الماشينز اللي هم بيجروا عليه يعني الإشرة اللي عندي هنا دي من الويتز بتاعة الجن عايزة تروح؟ لا أساس أن أنت مقطعت جيم يعني أنا عايزة أقول لك كده الأول بتطلع لستات البيوت لما بيجوا يشتغلوا في المطبخ أكتر فلما تيجي تشتغل في الكوسة والسبان ويقولي كده في العيادة دي متقطعة خالص سباعدة إنما الجديد إن الربر واخد نمرة واحد فمساعات الجوانتي بتاع المطبخ نفسه يعمل يعني فبتدي بقى فيه الجديد الجوانتيات اللي هي من الجلد ومن جوه محشية بتمنع خالص فكل واحد يلاحظ ما ويحط السيكابي أو السيكالفيت أو التريكزيرا أو الحاجات دي كلها لإيديه ويحطها جوه الجوانتي ده قبل ما يبتدي يلعب فالربر سينسيتيفتي واخد نمرة واحد طيب والملابس اللي هي الجديدة برضو مش لطان دي دي كله بيقول عليه كله رائع السينساتيك هي ما بقتش قطن إنما في قطن جديد مانيوفاكتشري كده هتلاقي إيه واخد نفس التكتشير بتاع الحاجات التانية دي ما بتعملش برضو الرياضيين كلهم غيروا لهم التيشيرتات بتاعتهم بشكل جامد جدا جدا من حق في فاتلة سينساتيك لقوها بتعمل أليرجي أكتر من كده وكده برضو بتعمل إيه أليرجي السلسلة وبتعمل في الرقبة والودان عملت أكتر وأكتر 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 في الحتة أو مش انت عملت في الودان أكتر وأكتر أليرجي بقت صعبة قوي أهم حاجة في التقم ده كله أهم حاجة اكتشاف السبب أكتشاف السبب عند الرياضيين واحدة من المشاكل اللي احنا في الرياضيين الشوز الشوز ده ضروري يبقى مقاسه صح ولا هو واسع ولا هو دايق لأن لما بيبقى واسع بيعمل حاجة اسمها تو تو دي التينيس تو ده أشهر حاجة في ليه العلامات البرزة اللي في الصواب في الصباح من الأول فابتدوا يعملوا لهم ايه حاجة ايه تينيس تو تينيس تو ده بيقعدوا هو واقف بيلعب تينيس يخبط في رجله كده تاك 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 في الأرض فعملت تينيس تو كاللوزتي كاللوزتي يعني فعلشان كده برضو الرياضيين ضروري يحطوا يعملوا ترتيب والمقاس طبعا انتو عارفين احسن مني ان بقى فيه وايد يعني مش اتنين واربعين مش تمنتاشر مش تمانية وتلاتين كده الارض بتاع الجزمة زائد وايد يعني دلوقتي يعني تون الجزمة وعرض الجزمة وايد دي مهمة جدا وطايد وايد وان ووايد تو حلوة المعلومة دي يعني يعني سعيني جيب النمرة صح بس العرض بتاع الجزمة دي يعني القلب بتاع بحاج بيهتم بيها هنا خاض انما دي اهم حاجة راحة تعافي يقولك بكل حاجة تبدأ براحة القدمية طبعا قبل ما يبتدي يعمل كله ايه كمان بقى بيعمل كله يعيني تبتدي من تحت يحصل كاللوزتي او عين سمكة الكاللوزتي او عين سمكة او عندنا حاجة تانية اسمها كاللوزتي دي اللي هو الكلو يا دكتور كاللو كاللو من تحت النمرة واحد له الويت لما هي مباقلازة مش هي يعني مباقلازة مباقلازة وتبتدي تمشي في البيت هتلاقوا تكون كلو دي مؤرفة في العلاج ده انها ضرورة تخص من فوقيه الكاللو دي والحاجة التانية العين السمكة والعين السمكة ساعات تيجي ما بين الصوابع متعبة متعبة جدا انما كل الحاجات دي باقت بتتعالج كويس اوي 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 الى اقصى ضرورة ما هبتسأل من ايه لا فتبا سأل العين السمكة دي فيروس اه اتش بي في اكتر فيروس منتشر في العالم اسمه اتش بي في هيومان بابلوما فيروس انما ضروري 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 لا سببه الاول ايه ما هو انا ما هو فيروس لا استعداد كنا كده عارفين زمان كان اكتر حاجة تجيبها ايه عارفين في البول في حتة حواليها داير ميدور كده الناس بتبشي فيه لقوها اكثر حتة انتشارا للعضو الهيومان بابلوما بير اللي هو يمشي والعيال تجيلها فيروس او ودي مش طبعا عايزين مع حد شيء تحصله ان الشراب هو هو اه فاحنا نقول للستات الاورا تدي له شراب زيادة بتنشف كويس بعد التنينة او بعد الحتة كمان اللي هي في الحمامات التغيير الهدوم اللي لعبت الكرة دي يعني عادت اتكلم عليها دي هاخد حلقة بحلق لانها دي تحت في الحتة دي كل انواع التجيب و و و و و ضروري تكون والتعقيم فيها عشان ما تعملش امراض مهم جدا بقى ممكن ياخدني لفكرة ان امهات كتير جدا عيالها بتروح تمارين لعب جماعية ولا الهاو بقى عدوى الابراض جلدية كتير في اماكن بقى التمارين ولا الهاو او مناديل او كده طب العلاج لو جيه بقى لبين الصوابع ده دي سهل اول بنحط السلسلك انت متضايق عشان يعاني اول حلقة لا عشان لا عشان انا ابني حصل له كده يا سلاء من التمارين حصل له ايه السبب اه ما هو ده التمارين كانت مقرفة في العلاج الجيم ده ضروري نبتدي نهتم اكتر من الهيجين قبل وبعد جاته من البول البول داير ميدور والجيم نفسه ضروري 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 اللي بقى بيعملوا ايه يرشوا التشوز من جوه بقى دي ضروري بحاجات انتي فانجل وفيه بقى احلى واحلى 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 وسهل لهم الدنيا خالص مع الترتيب اللي هو التريكزير والحاجات دي فيه ايه بقى نرش فيه فرشة بتتحط لونها لبني دي على فكرة ديس انفكت وضد الفطريات وما تجيبش فطريات ورخيس اخات تتحط الفرشة دي يبقى كل شوية تتغير وتتريمي وتحط واحدة تانية فالجزم الرياضة بس ولا هزا انا بصراحة بتتحط في كل حاجة دلوقتي وحتى الجزم كلها دلوقتي بيحطوها فيها فتب انتي فانجل ضد الفطريات هذا كنت هتقول لنا على التركيبة بتاعت السلسيليك دي سلسيليك ويلاكتك وفليكسبل كولوديون دي تركيبة مشهورة في الصيدليات يقوموا حطينها بالميروت في الكل عليها كده بالزب اه ويحطوا عليها كده واستنوا لتاني يوم هتطلع معاهم وهم بيشيلوا البلاستة تققوا على الوحدة اه دي جميلة يعني انا عايزة ومن مشاكلهم برضو جماعة الرياضيين ان عندهم عرق زيادة عندهم عرق غزارة فدي هي الضروري في حق يستخدم الدي اودرنت الطبي يورياج مثلا من الزلا يورياج دي اودرنت طبي بلاش حد يستخدم لان ما ينفعوش حاجة فيها بيرفيوم وعيدها تاني ثلاث مرات لو عمل كده حيجيله كونتاج اجزيمة ملمسية انما يستخدم حاجة طبية فما تعملوش اجزيمة ملمسية خالص خالص دي ات مهمة يعني فطرحة هو لا حياء في القلم حاجة جاوبت على جزئية بس يمكن بقتها ان فيه ستات بتقول احنا في الطبيعي رائحة العرق مش ملهاش ريحة معينة بس وقت الرياضة هي اللي بتزيد كذلك ريحة الجزم ملهاش ريحة معينة بس وقت الرياضة بتزيد اه اه صحيحة حاجتين بيعملوا الريح نمرة واحد مية المية اللي هقوله ده اكل نوع اكل معين وعندنا الشيف محمود اهو قلت له بلاش التوابل لبعض الناس التوابل والبهارات لبعض الناس غريبة جدا تغير ريحة العرق وطلع حجومه بقول له حضرتك تسيب البيت كله وتبسك في حد يطلع له ريحة هي كده عنده استعداد له اه استعداد عنده انت عارفين يعني وهو حتى كلمه البسترمة ومش البسترمة والتوم والبتاع ده كله ضروري يعمل فهو ده بلاس القطنيان يعني اصلي بتبقى البنات اهتموا بيها اول يوم من دور يعني بتيجي قبل الفرح ده لازم تحتم ما عندهش اللي حاجة واحد الريحة التتعرق اللي هو من الزيادة لا قالت له ده عادي بس في ريحة له رائحة مش مستحابة اه فضروري الترتيب اوعى ننسى لان دول بينسوا الترتيب اول وقبل الفرح تاخد بوتوكس اه بنعمل البوتوكس تحت الابط مرة واحدة على فكرة ساعات ما بيزيتش تاني يعني ساعات ما يزيتش العرق تحت الابط بيكسفوا ليه لانه معلم ترتيب او استخدام حسب الشكوى ترتيب تحت الابط اه الشكوى يعني لو هي غمقان تحت الابط ده هنستخدم البرنامج اللي احنا قلنا عليه البروتوكول اللي هو دي بي ديرم والدي بي ديرم 50 انما لازم من كده واحسن من كده لو هي العرق زيادة اوي ضروري تحقن البوتوكس ده بتاع التعرق ده تحت الابط مايباش عندها يقل النسبة خمسة ستين المئة تفضل طيب هل المكملات الغذائية دكتور اه في رياضة وكده بتسبب مشاكل جده يعني مرة يعني قلنا لتكلم بصراحة والاولياء الامور يبصوا على الحاجات اللي بياخدها في الجيم ابنهم او بنتهم لانهم بياخدوا حاجات بروتينز مضر جدا مستعجل بقى يطلع العضلات وطبعا هي بطرة اللي هقولها ده مش عايز اقولها عشان بسعاد بيجيبوا حقن وحاجات زي كده عشان يبتدي ايه يعمل عضلات ومش عارفة ايه اوعى وحاجات زي كده ولغاية مقولك دول خمسة بس ناقص واحدة تبا ستة وحاجات كده انما اللي اهم من كده وكده وكده خلوا بالكو حتى يقولك ده بروتين يعني قال يعني براقه ده بروتين يا ابني ما انا ملناش حاجة طب نعمل ايه عشان نقنعه اتنين تحليل لو عملناهم وطلعوا كويس عيش يا ابني ايامه اتنين تحليل ايه هو نمر واحد الليفر فانكشن تيست عملنا الليفر فانكشن تيست وطلع الانزيمز كويسة براقه وفي الاولاد يعمل تحليل السالمانه لقينا برضو براقه يبقى يعيش ايامه الخطورة ايه بقى الخطورة بقى المأساة بتأثر على الكبد والوظائف الكبد في الانجاب اه والانجاب وفي حالات للقدر له بتقدي الموت مفاجئ وشوف ان حوالي سميدي كتير مكملات غذائية من غير طبيب لان الانابوليكس دي تساعات لو مش مدروسة والكوتش بس ما فهاش حاجة خلص ان يسأل الطبيب لان فيه دك لان فيه كتير مش فاهمين حتى الكوتشز او الترينرز مش فاهمين او او تجار بيبيع وللعيال لعيالنا حاجات دي غالية عارف حضرتك الحاجات دي غالية جدا اللي هي تلاقيه طالع بدرق كبير هتام بايه ده بالزبط اللي يقول لك لا ده نرايح اجيب الباقي برطمار البتاعة دي يسف 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 فيها هي اصلهم اكتر ناس مؤثرة مش الكوتش زميله انت قال له سحر في الكلام يعني هي وصاحبتها وهو وصاحبه مظهور والثلاثة دول اتفقوا مع بعض انهم يعملوا حاجة والله ويكون ضحية لحد بيتاجي بس بعد مها حاط كنت عايز اسأل برضو عن الخشونة الجلد في القدمين والايدين والأجزيمة ها ما هي ديت حاجة واحد الخشونة دي اللي اتكلمنا عليها في الاول يعني هي دي والأجزيمة بقى ومعها لما في ناس عندها استعداد وعندها اجزيمة تأتبين الجماعة ذوي الدراي سكين دول لما يروحوا الجيم يزيد يزيد اوي 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 فضروري نعمل لهم ايه ده قبل ما يروح يقوم حاطة كريمة اتو ديرم انتنسف او اتو ديرم انتنسف هتلاقي الدنيا طريد اوي اوي ما يسيبش نفسه ينشف اكتر واكتر واكتر انا بقى السؤال اللي جاي ما عليش بقى جابر خاطر هطلع من مشاكل الرياضيين مع الامراض الجلدية وهاخد سؤال من عن صفحتنا ده انت تؤمري وكمان ده من مشاهد رجل يعني اسمه احمد حسن بيقولك يا دكتور من فضلك انا بنتي عندها تسع سنين شعرها بيقع بطريقة جديدة عملت تحليل الحديد طلع كويس والزينك قليل ممكن يكون سبب التسقط ايه لو سمحت وقالت تكتب لي على علاج يكون كويس وتفضل تاخده لحد امتى والتسقط يبدأ يقل بعد قد امن الوقت هو قلقان جدا معلش وقالت ترد علي لو سمحت يا دكتور بعد اذنك ولكا كل الشكر ده احنا نشكر احمد حسن سؤال نموزاجي ما شاء الله لانه قب نموزاجي وبيسأل اسئلة انا مبسوط منه صح ربنا يخليها لك دي نمرة واحد نمرة اتنين وثلاثة واربعة اعمل كمان تحليل نسبة الفريتي لان هو ده مخزون لا المخزون بس يزود عنه المهم احنا هنبتدي نديله في حاجات للاطفال اسمها فرود يودينا بتاع الاطفال ده شرب وده هتلاقيه هي هتتبسط منه جدا انما السؤاله الاهم وبرضه بشكر عليه توقف امتى ايوه توقف امتى دي لما تبت تحليل طلع طبيعي طبيعي يعني ايه وبعد ما يطلع طبيعي زود لنا كمان شهرين جدعانة منك يا احمد يا حسن فاحنا يزود كده الست او البنوتة هي ومامتها برضه مش حلمها انما تخي يعني شوية التغذية هو الاب هو بيشارك مراته هو لبعت السؤال يا جماعة احمد الله وهي ضرورة تعمل الكلام ده معا شوية في تغذيتها الحاجات اللي فيها الحديد اسهل من كده مفيش صحيح عن طريق الفام وعن طريق الاسئلة اجبنا كده كل الاجابات الاحلت اجابة مستفيدة طيب ام رانا بتقول عندها تلاتة واربعين سنة وبقالها ثلاث سنين مريض التصلب الجلد الف سلام عليكي وعندي حبوب في وشي صغيرة بخراج وهرش خصوصا اسفل الدق الدكتور معالج قال لها خدي مراتبات لكن ما جابتش نتيجة كويسة تعمل ايه؟ نبص ده عندها جرام نيجة في الكولايتس وسكيليرو ديرما سكيليرو ديرما هو ده تصلب الجلد دول البلع عندهم صعب شوية اول مرة نسمع عنه سكيليرو ديرما وتلاقي مش بتعرف تبلع فدية تبتدي تطلع لها الحبوم هتاخد بس ترتيب كراكنيل وواواوا لا والمهم بقى التريكزيرا وتاخد الايزوتريتينوين حبايا مرة واحدة بس بعد الاكل ليه عشان التصلب اللي عندها هو دي عندها مشكلة في البلعب اه ألف سلام عليك في واحدة كمان نادين بتسأل عن بتقول انا شعري فيه قشرة زي العجينة مش بتروح بيقع على طول ممكن اسأل الدكتور ايه الحل وبنتي عندها اربع سنين شعرها مش بيطول وضعيف جدا ده سؤال ايه ده هي تؤمر بس بتقول شعرها القشرة فيه زي العجينة دي العجينة دي اللي هي نوع من عندنا تلات انواع قشرة بس دي سهلة هنعمل ايه هنديها ايزوتريتينوين بعد الاكل داخد ايزوتريتينوين بعد الاكل هيخليها تبشي كوي حزبي بقى حزبي مش حضرتك هي حزبي لاحسن يكون فطريات لاحسن يكون فطريات هنعرف منين هنلاقي حتت من الشعر يتقع لينا هزال عجينة دي فتوقع فدي نعمل لها ايه؟ نبتدي نديها حاجات انتفانجل كوطر قوي في السوق اللي هي زي النيزرال والإترا بيكس والإترا كنزول كل دول تلاقي الدنيا تحسده. طيب. سؤال اخير وسريع دكتور اهو من غادة بتقول عندي مرض جلدي اسمه الحزاز في الفم وخطره اجد ادوية كتير وما فيش فايدة ارجو الافادة. بص اهم حاجة تعملها قبل ما اقول لها العلاج تروح تعمل تحليل هباطايتس سي فير. كل اللي عندهم حزاز في البق نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة تعمل لنا هباطايتس سي وده لها دكتورين قرى الجلدة قبل الاكل. حيبتدي ضيحة بس ارجوها نسبة المصابين بالهباطايتس سي وعندهم حزاز في نفس الوقت عالية قوي. ربنا يشبه كل الناس. اه لا ان شاء الله. مجدر عاصم بنشكرك ومبسوطين جدا للحادة العظيمة اللي دايما هنرفك بتقول لنا مبسوطين والله. لا عبدو لله. لكل جمهورنا طبعا اللي ملحقناش نسأل اسئلتهم. ان شاء الله مرة جاء بإذن الله. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا. استنوا.